وجه محافظ القاهرة إبراهيم صابر بتقديم كافة سبو الأدام والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بالمركز التكنولوجي بحي النزهة وخلال تفقده للمركز وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين ما يحقق الصالح العام مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتبعة تأسير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة كذلك تدليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا لقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك